بعيداً بقى عن الشناوي وبعيداً عن النادي الأهلي عايزة أسألك كمبدأ بشكل عام هو لما يكون فيه لاعب معين سواء حارس مرمى أو لاعب متقلق قوي مع فريق وعمل شغل حلو قوي وفيه حالة انسجام ووده ومحبة وتقدير واحترام كبير ما بينه بين جماهير النادي اللي هو فيه ولأي سبب من الأسباب انصع لإغراءات مادية جايله في صورة عقد احتراف في فريق تاني هل بالضرورة أن منخرج من داره يتقلم من داره؟ لأن احنا شفنا كبار الأسماء أكبر الأسماء في دنيا كرة القدم عالمياً إلى حد كبير ده اللي بيحصل بس احنا حضرتك لوقتي في زمن الاحتراف والاحتراف من ساعة ما تعمل حتة تتنقلات أو الواحد يجي له عقد في مكان ويتنقل الموضوع المادي مؤثر جداً جداً على لعيب الكورة فيه لعيبة لما بتشوف أرقام خيالية طبعاً فبالتالي مش عايز قولك مثلاً إيه بيطمع لا بيضعف قدام من الحاجة دي لأن دي ممكن ملقاش تاني وبالذات عامل السن بيفرق ففيه لعيبة بتطلع سويارة وده بتحقق بحزافينه في حالة كريستيانو رونالدو وانتقاله للناس السعودي كريستيانو حالة خاصة أو حالة ثانية مفيش أحد مثلاً يقدر يلومه حتة الانتقال نفس الكلام ميسي الناس دي عدة السن يعني اللي هو إيه مفروض خلاص بقى هيفنش فيه فبيختار الوجهة اللي هي ممكن يبطل فيها كرة وكمان العامل المادي مؤثر جداً على العيب فيه إغراءات بس بالنسبة ليه نحن كعرب فيه لعيبة صغيرة ممكن تمشي في السكة دي لأن المبلغ بيكون كبير جداً جداً فيه لعيبة بتحسبها بالورقة والألم بعقلانية يعني بعد كده هروف فيه آه زي الشنو فمشاء الله يعني مش عايزة أقول أسماء طبعاً يعني فيه ناس كبيرة كتب في مصر ولعيبة كويسة جداً خدموا الأهلي وخدموا منتخب مصر مش عايز عم مقارنات بس يتكلم على الشنو لأنه هو إيه الحدث هو متواجد فيه اللي عمله حاجة تتحسب له حاجة للتاريخ حاجة عيليها قدام ويحس إن الكرار ده كان صائب جداً 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 وهو يعني إيه خد الكرار الصح وإن شاء الله ربنا يوفقه بإذن الله ويفنش في النادي الأهلي ويحقق مزيد من البطولات إن شاء الله وإن شاء الله ما يفنشش خارس لأ لأ كذا يفنش لأ كل وقت ليه أذانا يقدي دوره ويجي حد مكانه في النادي الأهلي يكمل المسيرة والحقيقة أصلاً لو لجعنا التاريخ الشناوي مع النادي الأهلي ومع منتخب مصر صفحة ناصعة ولا يبكس عالمه بس جميل بعيد لا يبكس عالمه بعدين تعب جابها صح صحيح بيترو جيت كان في النادي الأهلي وطلع بره مش عاد بيترو جيت الجيش يعني يخذ لفة بس رجع بكوة ورجع مميز ورجع الألفة زي يقوله ورجع رقم واحد فدي الفرق يتمعه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر